السلام عليكم ورحمة الله النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الفرق بين كلمتين كلمة الهون وكلمة الهون إيه الفرق من الكلمتين دول؟ وكلاهما ذكر في القرآن كلمة الهون قال الله تبارك تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة يعني يمشون برفق ولين وطاضع يبقى كلمة الهون معناها اللين والرفق والهوينة وكما قالوا إذا عز أخاك فهن فهن يعني مش هين ويعني لا فهن يعني كن لينا له عز هنا بمعنى اشتد مش بمعنى صار له مقاما ورفع لا عز يعني اشتد عليك في الكلام فإذا اشتد أخوك عليك في الكلام فهن له يعني كن لينا معه علشان إيه ما يحصلش شدة بين كنتون لاتنين فالهون في هذه الآية بمعنى اللين والرفق وهذا الخلق الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يكون رفيقا لينا في مشيته وفي كلامه وفي تعامله مع الناس هذه صفات عباد الرحمن يعني لما تمشي على الأرض امشي برفق ولين لا تتعالى على الناس ولا تتعالى على أحد إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني مهما كنت غنيا مهما كنت ذا سلطان مهما كنت قويا ففي النهاية أنت لا تخرق الأرض بقوتك ولا تبلغ الجبال طولا مهما عظمت فهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم ألا يتعالى على الناس أن يكون متراضعا يبدأ معنى الهون أما الهون فالهون ذكر في القرآن في العذاب الهون بمعنى الخزي والإذلال فأولئك الناس يعذبون ويذلون يوم القيامة فهذا هو معنى كلمة الهون يبدأ عندنا الكلمتين الهون بمعنى اللين والرفق والهون بمعنى الإذلال وبمعنى الخزي والعار